اليوم بدنا نتعلم كيفينا نعدل على الطلبيات اللي عم تجيين على baitsy.com وكيفينا ندخل معلومات الشحن اللي حتتضلوا لسبون على العلم بمعلومات الشحن. اول شي منفوت على orders منكبس على الorder اللي بدنا نعمل له ادد. فينا نغير الorder status من هون اذا بحال نتأكدنا انه الطلبية وصلت للسبون منحط completed ومنكبس update. اذا بحال لسبون نتواصل معنا ولغة طلبية مننقق ومننقق update كمان. لحتى نعدل على معلومات الشحن بننزل لتحت ومنكبس على create new shipment. مننقق الايتم تبعنا. مننقق shipping status من هون بحال اذا بعده على الطريق منحط processing اذا نلغى منحط canceled وزا delivered منحط انه وصل. shipping provider عنه هون اوثر. منحط تاريخ الشحن من هون. اذا في عنا tracking number منحطه هون. ال provider name يعني مين هي شركة الشحن ونحنا عنا شركة الشحن alamax. tracking url اللي هو اللينك تبع تتبع الشحنة. بحال baitc.com بعطت لكم هيدا الرابط بتحطوه هوني مطرح ما انا عم بكتوب هلا. فيكن تتركوا رسالة صغيرة للزبون هوني. وهيدي ضروري انه نكبس هلا حتى يوصلوا ايميل للزبون بمعلومات عن الشحن طبعه. من بعد ما نخلص منكبس على create shipment. وهيك بكون الزبون صار ماهو علم الطلبية طبعه وين صارت. اشتركوا في القناة